السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بمخدرات وقوف الإدمان معظمهم ماذا وقع لهم معظمهم كانوا غير يبغي يعرف ويكتشف وكيدخل أول تدخينة أول سجارة ثم من البعض يمشي مع الأصدقاء السوء مع أصحاب دياله ومن البعض يتقاتوا أنه تورط أي واحد مدمن يلي سولته ياما كنا مع بعض الجمعية على المجتمع المدني وريحنا مع بعض الناس مدمنين سنوات طويلة مسكن الجسم دياله سالة سنان طاحوت تجائد الضعف المراض كله الجسم مبقى فيه وينه وكاد سوله أخبرني أول سجارة قمت بها كي بقى يضحاق ويقول لك ما كان عندي عقل كنت بغي صغير ومشيت مع أصحابي وبغيت غير نجرب وما عرفش بينتش كي يلسق يلسق بها الكولة يلسق فيه ذك شيء ومن البعض يتطور يتطور وضيع حياته ضيع دراسته ضيع الرياضة مع الشباب في سنه ضيع كل شيء وفي الأخير يتمرمد في هذه الحياة لا زواج لا أولاد لا صنع لا دين لا صلاة لا عبادة كي يقول لك السجارة الخبيثة انظر ماذا فعلت به منك يكون المخدر يصيب العقل وإذا ذهب العقل ذهب كل شيء كان مغلين يقول لك هذا الشاب شوف أولدي القضية سهلة دائما نقلبه على الأصدقاء نتصاحبه مع الناس المزيانين حتى الإنسان هو اجتماعي بطبعه أنا ما نقول لك بقب وحدك ما نقول لك سدع لك الباب ما نقول لك ما بقى خير في الدنيا لم يمكنش الإنسان هو اجتماعي بطبعه سلابد يكون مع الناس ومع الأصدقاء ويكون دائما مع الجمعيات ويكون دار الشباب ويكون في الملعب دي الكرة القدام ويكون في المسباح ويكون في كل شيء سيدنا النبي قال لنعلم أولدكم السباحة والرماية وركوب الخيل دك شيء لي كان أيام زمان في زمانهم قال لي معلموهم ما تشيء هذا كن أكتف كن حيوي كن نشير جدا ما تبقى تفرج في الكرة فقط غير تفرج لا سلتيا لعب لعب الكرة نتجري ما شي غير كتفرج كما كيفعله بعض الشباب كي يستعمل بعض الحبوب دي الهلوساء وكيرفع الرأي دي الفارق دياله كي بقدير غير الشعارات الهتفات هو ما كيتريني ما كيرا يتريض مواله وكيستعمل المخدير هذا كيضيع لا العقل السليم في الجسم السليم دي ما أحسن طريقة يبحث عن الصحبة الطيبة الصحبة الطيبة قالوا العلماء كن إليك أنت صاحب كن مثل كلبي أهل الكافي عليك أن تكون مثل كلبي أهل الكافي شكونا هو هذا الكلب هذا اللي يليك سكون بحاله قال لك أهل الكاف يقول فيهم الله عز وجل ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم علماء التفسير قال كلبهم 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 لماذا ربك عز وجل عظم شأن هذا الكلب في القرآن العظيم رمى أنه كلب لماذا ربك عظمه في هذا السياق هذا قالوا لأن هذا الكلب صاحب الصالحين عنهم صاحب مع الصالحين ملكان أهل الكاف هما الشباب كانوا هربوا من واحد البلدة كانوا واحد الحاكم يسمى ديقليديانوس كان يدعي بأنه نصفه إنسان ونصفه إله يقول أنا السليل الأرباب وقال الناس قت عبدوني وغير القيم وغير المبادئ وغير التشريع غير كل شيء والناس خضعوا له إما رهبا وإما رغبة كي اللي طمعهم أعطاهم الفلوس وأعطاهم امتيازات قالوا إحنا معاك وكي اللي خوفهم بالحبس وبالضرب قالوا إحنا نحنا ساكتين هندخوصوا قريوسنا هكذا التاريخ البشرية نفس نفس سيناريو يتكرر كتلقى الشعوب إما رغبا وإما رهبا فئاتون كتبغي امتيازات وكتصفق والفئة التانية خيفة من اللعصة ركتسكت وديزا هكذا فهات الشباب ما سكتوش وبقاوك يعبرو على الاستنكار ديالهم ومن بعد سلط عليهم العساكر فقالوا نهربوا أجي نختفيوا من اللي تمو غالك يقلبوش ما كان يختفيوا فيه هم في الطريق ديالهم غالقوا واحدة راعي مع الغنام ديالهم واحد الكليب ويلسق فيهم الكليب يلسق فيهم واتبعهم ومن اللي يمشوا للكاف باش يتخباو على أنظار هؤلاء الظلمة الله تعالى غالي يعطينا آية من الآيات الدالة على وجوده والدالة على قدرته على الخلق وعلى الإيجاد بعد الموت غالي يخليهم نعسوا في ذلك الكاف فلبتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين وازدادوا تسعة هذه بوحدة دليل على الإعجاز القرآني لبتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين تلتمية سنة قمارية شمسية تساوي تلتمية وتسعود قمارية احتقل العلامة واش محمد ابن عبد الله كان رعي الغنم هل كان يقرأ علم الفلك والحساب قالوا لا قالوا ما كيف يقول هذا الكلام إذن هذا كلام الله هذا كلام معجز فلبتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين وازدادوا في سعة تلتمية سنة هما ناسين من اللي فاقوا غدر قول القصة معروفة للأهل الكاف وغدى الجمعة سنقروها كاملين لأنها كيغفر بها الله ما بين الجمعات الشاهد عندنا إذا كنتي صاحب مع الناس كن مثل كلب أهل الكافي كلب أهل الكافي قالك أخلاقه ما هي أول أخلاق الكلب الوفاء كيكون فيه الوفاء لاتصاحبتي مع الناس كن فيك الوفاء ما يكونش فيك الغدر واش عمركش شي كلب كيغدر الصاحب دياله الكلب وخا قوي وكيبقى دائما خاضع ووفي لصاحبه ثم تكون فيه القناعة تكون فيك القناعة الكلب كيسمه القناعة اللي أعطيته كيقول بسم الله واش عمركش شي كلب وقف أمام سيد دياله ورفع لافتا وقال حقوقي حقوقي دام في عروقي لن أنسها ولو أعدموني أبدا الكلب من صفاته أنه قنوع اللي أعطيتك يأخذها والكلب من صفاته أنه لدخل الدار كيبقائمة في العتبة عمره ما كيزعم ويدخل الصلاة وريع في المكان ديال الضيوف كيبقائمة من جاس في العتبة حدو ثم فيه التواضع خلق التواضع وإذا غاب عنه سيده سيدهم شاغبر وخلالي الدار كيبقائمة يحرسوها بأمانة يحرسوها بأمانة يخلطوها هذه قرب لنمو ممتلكت دياله هذه بعض صفات الكلب قال لك فإذا أردت أن تكون ناجحا فعليك أن تتخلق بأخلاقي كلبي أهل الكهفي فيه الصدق وفيه القناعة وفيه التواضع وفيه العفا وفيه بزرد الامتيازات أنا داك أتلقى بأنا حياتك طيبة وسهلة فهذا نصيحة لهذه الوليد اللي يشفيه ضيعة فيه ضيعة بها رد جميلة ولكل الشباب نقلبوا على الأصدقاء على الصحبة الطيبة نقلبوا على الصحبة الطيبة فإن كينا الصحبة الطيبة كنف الجامع كيصليوا في الجامع كتلقى موضوع على الصلاة كيقرال الحزب القرآني كتلقى في در الشباب كيكون عنده جمعية تربوية اخلاقية اجتماعية كي يعلم الناس المبادئ الحياة كلقوا في الملعب دي الرياضة كيعلم الناس الرياضة كيعلمهم العقل السليم في الجسم السليم كالقوا في المكتابات كتلقى حده كتوب كيقرأ الفكر والفلسفة والتربيات كالقوا في الأماكن دي الخير هادو مصحاب أما اللي غاد يمشي غي يستعمل المخدير وغاد يمشي الواحد ديسكوتك ولا يريد شاطئ البحر في جوف الليل ولا يريد كده كده هذا غير بعد منه ضراره خطير وجسيم ولا يريد تقدمي شي خدمة نصحه خذ بالديه لا يريد بالهداية وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاح ويعطينا الصحبة الطيبة الصحبة الخيرة في الدنيا وفي الآخرة اللهم أمين يا أكرم الأكرمين بنشر المزيد إن شاء الله